انا اكيد هتكلم مع الكابتن امير عزمي مجاهد كتير على الزمالك وعن الدوري بس برضو مش قادر يسيب الحتة بتاعت منتخب مصر والفكرة بتاعت المقارنة اللي اضطرنا نقارنها مع المنتخب المغربي احنا نقصنا ايه غير قصة اللعيبة اللي احنا مفهود نجيبهم من اليوم نقصنا ايه عشان نبقى زي منتخب المغربي اولا نقصنا اللي انت تعمل كوادر تدريبية في مصر من مدربين مصريين اللي تقدر تاخد فرصة والناس تصبر عليها زي وريد الريكراكي ودي اصلا ودي اصلا مش موجودة بسبب عدم موجود دورات تدريبية لمدة او الدراسات لمدة خمس ست سنين دي اول نقطة تاني نقطة ممكن اقولك حاجة بس على وريد الريكراكي وبس تفتيك تاني نقطة اشان ما انا كنت عزا قطعك بس عشان نلحق وريد الريكراكي تعرفون وريد الريكراكي ده راجل طولت في فرنسا ولعب في اسبانيا اتعلم تدريب في اوروبا وبعد كده هو راجل مغربي فاجي يدرب في المغرب فاحنا المفروض هنا يعني احنا منبدأ من السفر هو راجل عايش في اوروبا اصلا زي زي اللاعب احنا هنا محتاجين نتعب قوي عشان المدربين بتوعنا دول يشتغلوا ما هو انت تتعب لقى كريم انت النهار ده مع احترامي يعني في الدور الممتاز ولسه اخر حتى التغيرات اللي حصلت دي انا من ساعة ما لعبت كورا بقى لي مثلا لعبت كورا 15 سنة او 90% او 80% نفس الاسماء اللي موجودة لحد دلوقتي بتدرب وممكن ما تنجحش يتلف هنا وده بيجي مكان هنا انا دي ما بتجننش لعب الكراسي مسكوية طب بص انا هقولك حد بدون ذكر اسماء فيه مدرب ومدرب كبير لم يوفق مرتين وراء بعض خلال شهور قليلة لقيته في نادي ثالث طب يا جماعة طب سيبوي لاي حد سيبوي استعيد توازنه لو انت مش قادر التقايم ما دي حاجات دي من ضمن الحاجات اللي انت بتتكلم فيها اللي انت النهاردة بتتكلم في مثلا رضا شحاتا المدرب الوحيد اللي مسك الجونة واشتغل معها كويس ومسك في الدخلية الوقتي وإدارة تقدر تجيبه واحد في سن رضا 41 سنة وتديله فرصة لكن إذا رب تخاف تجيب مدربين مع ان خلي بالك كريم والكلام ده مش بقوله عشان انا مثلا يعني في نفس سن رضا او في نفس التاع بس الإدارة بتخاف ما عندهاش الجرقة اللي تجيب مدربين شباب يقولك يا عم انا ايه مش عايز وجه عدمات انا اجيب الاسم اجيب الاسم عشان لو فاشل الجميلة اتقول ايه انا عملت ايه انا اجيبتلكه اجمد واحد بالزبط والحاجة التانية انت ما بتجيب مدرب اجنبي اسم اديك مثال مثلا انت فريرة في الزمالك شغال مع مين الوقتي عثمان ابيه طبيعي الراجل ده ما بتشغل مع احد زي فريرة بيتعلم منه كتير صح لازم بقى يبدأ ياخد فرصته في الزمالك او ياخد فرصته في اي حتة وانت النهاردة الراجل يتعلم وشرب من مدربين كتير واشتغل مع كوبر انا بديك مثال مثلا بقسم انا به الطبيعي اللي ممكن يشتغل في الدوري ويبقى عمالنا كادر لا حاجات غريبة جدا بتحصل الحاجة التانية عشان بكلمك بأمانة الله انت من ما حادش يزعل منه يا كلمة انا ممكن نصريح شوية ده بلاكس لكن انا النهاردة ما بتفرغ على مطشوات الدوري مثلا ما احترامي في بعض الملعب لا تصلح ويمكن مش ده كلامي ده كلام مدربين في الاندية اجانب كلام من مدير الفنية تاعمل منتخب مصر في ملعب لا تصلح اللي هي تلاحب عليها كورة وخلي بالك الملعب بيفرق يا كريم في مطش الكورة فرد فرد من مطش لا انا اسف اول ملعب الاساس اول اساس يعني عشان بس انا بسطتها الناس قبل كده نجيلة عالية فانا مثلا انا لعب حريف فحبيت او قدرت برجل الكورة هبصيها بسرعة معينة لو نجيلة بايزة فمش هتوصل بالسرعة دي هعوز رقص مش هعرف رقص يعني للاسف للاسف في ملعب فيها مطباط طبعا انت فهم قصدي وانا مش بقول كده بانتقل بس انا نفسي اللي احنا اصلا بالك كبير وعندنا بنية تحتها كويسة يعني انا كريم اكلمك بصراحة لما كنت شغال في الزمالك احنا روحت مرتين روحت طنجة وروحت اغادير ومركب محمد الخامس اخر مرة بصراحة ملاعب انا نفسي وانا مدرب نفسي انزل للاعب انا بكلمك بأمانة ملاعب غير طبيعية دي سبب ممكن ينجح منتخب المغرب وينجح الكرة المغربية والملاعب ده ينجح انت فهم قصدي الحاجة التانية الحتة برضو تحكيم انتظام مسابقة نشيئين نشيئين حاجات كتير جدا انا كريم نقصانة حاجات كتير نقصانة وللاسف نقدر نعملها لكن احنا زي ما قلت لك احنا ما بناخدش غير عارف انت عندك ترطة ام حاجة طعامها حلوة لا حلوة حلوة ووحش ووحش لوحشة اركنها لكن انت ما بتاخدش الاسباب او ما بتهمها الفكرة في انه دايما الناس كلها دلوقتي مستنية ايه يا رب روي فيتوريا ينجح مع منتخب مصر يا جماعة ما هو لو جبنا برضو بيب جوارديولا وجوزي مورينيو لازم نديله كل الظروف اللي ينجح هاتل بتاع منتخب الارجنتين اللي هو اسكلوني اللي هو اسكلوني لازم تهيئله الظروف انه ينجح مش 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 اسم يعني انا قلتلك بكرة حركة كابتال امير اراك تدرب منتخب مصر الاول وتوصلنا كاس عالم وتوصلنا مربع زعبي هتقول لي طب تهزر انا ممكن اشتغل فني بس اديني بقى ايه الظروف كلها زي ما انت اللي دي شغالها على لفل النادي اللي هو السكة الحديد متهيئلك الظروف اللي مخليك تقدر تنجح عشان تشتغل مع منتخب مصر الاول انا محتاج الظروف تانية خالص هتدارت هيقالي ولكن ما ترمينيش في النار وتقول لي ايه وريني شطارتك الزب الحاجة بقى النقطة النقطة انا في وجهة نظري برضو النفسي تتغير في الرياضة عماتنا كلم انت برا في اي نادي وده هتبقى صعبة شوي بيبقى مجلس ادارة الاندية مفيش حاجة اسمها مجلس ادارة نادي بيبقى مالك النادي وديركتور بتاع النادي اللي هو سبورس ديركتور بتاع النادي دور على اي فرق في العالم هتلاقي ده النظام لكن انت النظام عندك يختلف اللي انت النهاردة الاندارة ممكن من 11 واحد كل واحد برأي وممكن رأي اغلبية يبقى غلط يبوص الدنيا والله يا بص انا مجدبش عليك يعني اشاني بقى امين معاك ومعظم الاندالة في مصر هو رئيس نادي برضو وقالبا بدل سبورس ديركتور بيبقى مدير كورة بس اعضاء المجلس ادارة بيبقى ناس محترمة وجميلة بس بيبقى القرب بعد رئيس النادي بصا كريم ما هو نظام ونظام لكن العالم كله شغال بالنظام ده فبص انت لو عادنا نتكلم في الكصص لحنا عشان اخلص هتغرق غير بقى كريم برضو انا في فوجة نظر اللي بعض المسؤولين في الرياضة في مصر عمتا في الاندية وبتاع بيتأثروا وبعد دخول السوشال ميديا والحاجات دي ممكن اخد قراري من السوشال ميديا بيقولك ده الجماهير فيه صورة علي عشان ارض الجمهور اخد قرار مفيش حدي باخد قرار في منظومة رياضية عشان تأثير برضو عشان محدش بيزعلوا مني فيهم در بتعاين مؤخرا في الدورة المصري عشان جمهور عشان الجمهور بس يعني هو على خلاف مع ادارة النادي بس تعاين عشان الجمهور بالضبط عشان كده بقولها كريم حاجات كتير جدا 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 غير النهاردة يا كريم حتى مع احترام يعني حتى التعليق في المباريات بقى بانتماءات بقى بانتماءات ممكن النهاردة اعداد بانتماءات برامج رياضية ممكن بعض البرامج انا مش طالع اقول الهدف من المباريات لا انا طالع عشان اركب الترندو وادحك بس اقولك بقى حاجة في قصة الاعلام الرياضي بفرصة ان احنا فتحنا مؤخرا عشان عايف انت بتحب تفطفط في القصة دي ما هو بصراحة برضو الاعلام الرياضي مش بجمع ولا بقلل ولا حتى بقيم ولا بحلل سوار بشتغل على منتج المنتج نفسه بتاع الكورة في عوار كبير في مصر عوار كبير انت بقى لو وديتني منتج شبه المنتج مثلا بتاع الدول الاسباني بتاع البريميري او منتج حلو مش لازم نوصل للليفت ده غزبا عن اي حد بيطلع على الشاشة هو يتكلم على متعة الكورة بقى النهاردة ولبتاعة لكن انا بقول لك عن تجارب في ناس بتطلع تقول طب انا اقول اي عالمطش ده مافوش اي حاجة انا انا احتلم احتلم ده اه فهم احتلم ده لكن انا بقول لك على ايه اللي في ناس ممكن بتطلع يعني انا برضو مش عايز سود الدنيا بس في ناس ممكن بتطلع عشان في الاول والاخر انا بحبش كريم مع ان كريم كويس جدا بس لا والناس كلها قلية كريم كويس بس انا هطلع لا هقول كريم وحش اتعرف على فكرة انا مش اختلف معاك بس انا قصد ايه هفضل برضه اقول ايه انه اخر جزء في الحكاية كلها ازا ما اكره اقولك ايه الاعلام الرياضي هو اللي مبوق هو اللي مصالح هو اللي مش عارف ايه اهم لأ ها هو الاعلام الرياضي هو في الاول ناكل في استثنائية زي ما انت بتتكلم طبعا بس الاول ادي منطق ناديف المنطق ده ييجي منين بقى من الناس اللي هم صحاب الكورة من صحاب الكورة تحاد الكورة العندية مجالس الاقدارات المدربين هنا بقى دول صحاب الكورة اه انت بقى في شغلانتك في اعلام الوقت انت بس ناقل اللي بيحصل. بالضب. هنا في خلل وفي عوار كميزة. انت عارف يا كريمة انا اقولك الحاجة بذكر التعليقات والحاجات. اه. بلحظة تعيين الكابتن ايب جرال. خلي بالك انا بقعد ما بتزيلش كتير. فبقعد اتفرج واشوف التعليقات. اما تعين في اتحاد القرى اما عملوا خبر تعيينه. اه. القرار نزل وراهم قفلين التعليقات. اه على السوشال ميديا. على السوشال ميديا. انت منزل معي مدرب ومش عايف تحميه او مش مش واصق في او مش واصق في القرارة. شوف انت مثلا مسالف مسالف دي. برافو عليك. دي بداية فشل لأي مدرب. صح. بداية. اما انا النهاردة مدرب ابقى حاسس اللي انا جاي اشتغل وانا مش مرغوب فيها. لا والمسؤولين عني مش واصقين فيها اصلا. مش واصقين فيها. اه. فبصوا كريم موضوع عميق. ممكن نعود صحب. بس اللي اتمنى. اللي اتمنى بجد. اللي زي ما انت قلت يعني انا النهاردة بتفرغ على الهلال والنصر. حاولك ايه يعني. ما تقوليش بقى وص وما تقوليش عصد الفارق الماديات والنقل والدكع. نعم احنا بنصرف برضو. احنا بنصرف. احنا بنصرف. احنا بنصرف مصاريف جبارة في كورة. ها دي مشكلة اللي. مصاريف جبارة في كورة. نتمنى ان شاء الله التوفيق لفترة.